اهلا بحضراتكم من جديد الاهلي قادر في كل وقت ان هو يفوز في بلاس تسعين الكابتن احمد حسان ميدو كان له تحليل ممكن نقدر نشوفه ونرجع نعقب نشوف ميدو قال ايه عن البلاس تسعين في الملعب في الاهلي وهم مغلوبين او وهم متعدلين ومحتاجين يكسبوا بتلاقيهم كلهم بيفكروا في ديريكشن واحد في اتجاه واحد هنكسب مفيش ولا واحد في الملعب من لعيبة وجهاز وجمهور وكل الناس الا لما الفكر في حاجة واحدة اعني هنكسب زي ماتش النهاردة ده كده زي ما تشك كتيرا فتلاقي الهدف يتحقق فيه طاقة ايجابية معينة اتخلت فتلاقي الهدف بتاعك يتحقق كل الاندية التانية بلا استثناء وانا بقول لكم بما فيهو الزمالك وانا راجل اتولدت في مدرج الزمالك ولازم كل الناس تتعلم انا بقول لكم من الحتة دي في الاهلي الحتة دي في الاهلي ولازم كل الناس تجربها لما بالأعضاء ازدقاتين تلاتة ومثلا هتتغلب او هتضيع منك بطولة الجو العام اللي في الملعب في وقت وقت كتيرة بيبقى فيه جزء من السلبية اللي هو يبتدي تلاتة اربعة يشتموا اللعيبة يبتدي خمسة ستة يروحهم ايه زي مين على المدرب انت وعندكش فكرة انت خسرتنا منك لله افلان شفت الكلام ده شفته انا شفته في الملعب ده كلام كابتن احمد حسان ميدو وبيتكلم عن مقارنة بين اللي شافه في الملعب وبين اللي شافه وهو مع مشجعي النادي الاهلي يمكن قبل الفاصل كنا جايبين المهندس محمد وقلنا له او سألناه انت كنت حاس بيه او الجماهير في الدرجة الثالثة كانت حاسة بايه والدقيقة 88 قال والله يحلفنا اننا هنكسب هو ده اللي دايما عند جماهير النادي الاهلي ودي المورسات اللي جات من التجارب الكتيرة جدا اللي الجيل ده نفزها بس الامر بالنسبة لي لو استرجعنا الزاكرة لفترة قريبة جدا 2016 كان في مبرارة والدية بين الاهلي ورومة في الامارات في فيديو شاهير له مشجع اماراتي كان بيقول ان النادي الاهلي هيسجل جون بلاس 90 قبل ما النادي الاهلي يسجل جون ويفوز بالمبراء 4-3 اذا انت كنادي اهلي مش بس داخليا لا كمان خارجيا ولكن الكابتن احمد حسام ميدوه بيتكلم عن الطاقة الاجابية قال نقطة ما كانش ينفع نعديها لانه قال ان احيانا بيحصل في الدوري بيزدلك دقيقتين 3 واحيانا اخرى بيكون قرارات عكسية تركبك الجيم ده ما حصلش فيه مباراة الاهلي والرجاء لا يا كابتن احمد حسام ده ما بيحصلش في المباراة ان النادي الاهلي بيعمل فيه المنتدى وبيعود بلاس 90 والطاقة الاجابية اللي بتتكلم عنها بالتأكيد يا صاحب حتى في علم النفس علم النفس دايما فيه مسير بيتبعه استجابة فلما تعزز الاستجابة بتتكرر دايما مع المسير ده المسير بالنسبة للعيبة النادي الاهلي هي ديئة 90 او نقول من قبل ديئة 90 بشوية فبالتالي الاستجابة هي روح الفانيلا الحمرة اللي حضرتك قلت عليها الطاقة الاجابية وانا متطفق معك جدا ولكن روح الفانيلا الحمرة مش بتحتاج لديئتين زيادة ولا بتحتاج قرارات عكسية تكسبك الماتش بتحتاج لعيبة بروح الفانيلا الحمرة ولكن يا فارس هو قال في المقارنة ان انا شفت الكلام ده في انديها اخرى انا عايز اقف عنده لان هو بيطالب الاندي انا بس عايز اربط ما بين الاستعرض نافر المقدمة واسامة تكلم فيه وتكلمنا فيه في الاهداب بلاس 90 وموضوع الطاقة يعني انا معني بالموضوع ده شوية فاللي بيتكلم عنه ميده عشان احنا كمان نبقى شايفينه وبشكل واضح هي حاجة اسمها law of attraction اللي هو قانون الجذب قانون الجذب ده فكرته بتتكلم ان اللحظة الحالية او مصيرك او افكارك في اللحظة الحالية هي مجموعة من القرارات المرتبطة بتراكمات وافكار الماضي فلو انت استدعيت في اللحظة دي مجموعة من الافكار السلبية او الخلفية السلبية هينتج عنها التفكير في اللحظة دي سلبي ولو انت عندك خلفية ذهنية نتج عنها استدعاء مجموعة من الافكار الإيجابية. ففي اللحظة دي حينتج عنها تفكير إيجابي. وهو ده ما يعرف بقانون الجذب. اللي هو صنفه بفكرة الطاقة. والموضوع مش بمعنى كلمة الطاقة. ولكن هو في النهاية استنتج ظاهرة حقيقية. بمعنى أنت لما تيجي داخل النادي الأهلي تسترجع عندك ذكريات زي ما قلنا هدف كابتن علاء مايهوب حتى الستوديو كان بيستحضره بعد المباراة. لأن كابتن علاء مايهوب كان موجود. هو إيه اللي حصل قانون الجذب. لما احنا تكلمنا عن سيوي سبورت. الصفاقسي. كل الأهداف دي. ده اللي بيحصل في الملعب. اللعب بيسترجع بقانون الجذب. مجموعة التجارب دي. فشخصيته بينتج عنها ده. كابتن أحمد حسام ميدو بقول إن بعض الفره الأخرى لازم تتعلم تعمل ده. الموضوع مش بالتعلم. ولما يجي في اللحظات الأخيرة. يستدعي ده. حيعمل العكس في قانون الجذب. وأنه حيستدعي ذكريات سلبية. فحيانتج عنها موقف سلبي في الملعب. ده ترجمته حرفيا. مش هتحصل مع كابتن أحمد حسام ميدو نفسه قبل كده. هو بيدرب الزمالك في 2016. نسمع كابتن أحمد حسام ميدو عشان نفهم ترجمة حقيقية لفكرة قانون الجذب. بالنسبة لي إن أنا أشوف بعض اللعيبة دايما أنا دايما في الهزيمة بقول إن أنا المسؤول. وده طبعي وده اللي اتربيت عليه. إن أنا أنا أشوف بعض اللعيبة خايفة وألقانة إن هي تلعب قدام الأهلي. ده بالنسبة لي ده بالنسبة لي هو أكبر مشكلة. الموضوع بالنسبة لي مش موضوع مكسب وخسارة. لكن موضوع إن أنا حزين إن أنا شايف فيه لعيبة في نادي الزمالك خايفة. لعيبة خايفة. ومش ده اللي أحمد ربنا عليه. هو ده ببساطة. ترجمة الفيديو ده هو نفس إنعكاس اللي قابله. فكرة قانون الجذب. فكرة الطاقة اللي موجودة في الأهلي ومش موجودة في الزمالك. ليه؟ لما الزمالك قاسع المبارادي في 2016 في الدوري كانت الجاولة السبعتاشر خسر 2-0 من الزمالك خسر من الأهلي 2-0. كان إيه اللي حصل؟ كان قابلها في 17 مباراة في الدوري. النادي الأهلي كسب 9 مباريات وتعادل في 7 وخسر مباراة واحدة. المبارادي كانت في 2007 الشهيرة اللي كان من والجزء مش موجود فيها والفريق الأساسي أغلبه مش بيلعب. يعني من الآخر مباراة مش مؤسرة. يعني يعتبر في 17 مباراة النادي الأهلي مخسرش مباراة واحدة مؤسرة. فلما يحصل أن الفريق يستدعي بقانون الجزء بفكرة الأفكار السابقة. حيلاقي أن كل خلفيته الزهنية أفكار سلبية فحينتج عنه في الملعب اللي انت شفته يا كابتن أحمد حسام. أنهما مش مصدقين أنهما يقدروا يكسبوا النادي الأهلي. فحضرتك ادتنا الظاهرة. وإحنا شرحنا لك. هما ليه حسوا بيها؟ بس لازم نأكد أن الجانب طبعا جانب نفسي بشكل كبير جدا. وهو ده اللي أنا بوجهه للعبي النادي الأهلي والأجيال المتعقبة. اشتغل دايما على قوة عقلك الباطن. لو أنت مسدق أن أنت قادر تسجل في أي وقت. هتسجل في أي وقت. أنت عاشت تجارب كتير وانت مشجع أو قبل انتماءك للنادي الأهلي أو للكرة بشكل كبير هتلاقي في تاريخ النادي الأهلي مواقف كتير جدا جدا. كمان لما بتعيش بقى التجربة في الوقت ده في مباريات. ربما مباريات الدوري المحلي وعشناها مع الجيل ده بشكل كبير في أكثر من مباراة ويمكن حتى الدوري الواحد واربعين كان فيه مباراة طلع الجيش والاتحاد والجونة في الجونة. مباراة كتيرة جدا. قدرت أسموحها طبعا. قدرت تعود للمباراة. وانت كنت أي تعادل ممكن يبعدك عن بطولة الدوري. عاشت ده. وكمان عاشت ده في بطولة قرية مهمة جدا. البطولة رقم 24. خلتك على بعض خطوتين من ريال مدريد عشان عاوزين نرجع تاني الأكثر تتويجا في العالم من حيث البطولات القرية. فانت عاشت ده كمان في بطولة مهمة جدا. فخلي ده الاعتقاد اللي انت دايما هترجع ليه في أي مباراة. هل ده معناه ان كل مباراة ان اللي قاله هتأخر فيها هيقدر يسجل في البطولة 90؟ بالتأكيد لا. بس معناه ان انت كل مرة هتحول فيها بالتأكيد هتنجح في بعض المحاولات. وهو ده قوة عقلك البطن. ان انت دايما قادر على انك تنجح. وده لما بتستمر عليه مش بس بيديك افضلية على المنافسين. ده بيحول المنافس انه هو في اللحظات دي مش هيقدر يجاري النادي الاهلي. فبالتالي لعيب المنافس بيبقى عندهم استعداد ذهني لتلقي هدف في الوقت ده من النادي الاهلي. ولعيب النادي الاهلي بيكون عندهم استعداد ذهني. لو هم صدقوا ان هم قادرين يسجلوا بالتجارب. هيكون ايضا الامر سهل جدا. وكافة النادي الاهلي هترجح في النهاية. عايزين تتأكدوا ان فعلا لعيبي نادي الزمالك مصدقين الكلام اللي احنا بنقوله. تعالوا نشوف كابتن نادي الزمالك حازم امام. وبيتكلم عن احداث هدف محمد مجدي افشا في مباراة نهاء القرن. نشوف الفيديو ونرجع نعقل. افشا حطت الكورة ودخلت جوه الشمكة شعورك كان ايه؟ بصيت على الوقت اول ما جون جيم ما بصيت ما فكرتش فيها حاجة في الوقت. انا كنت فكر ما كنتش بصيت ما كنتش متابعة الوقت خالص لان كانت احداثة موطش سريعة وموطش كانت سريعة جدا بصيت على الوقت لما لقيت اديها خمسة وطوانية 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 عرفت ان احنا مشانا عوض انا ما قلقتش على فكرة اول ما جون جيم ما قلقتش قلقت. انا ما شفتش افشا حطت الكورة فابو جبل ما قلقتش. ايه الرياكشن اللي جالك في ثواني؟ ما قلقتش قلقت والله. ايه لقيت اول ما بصيت على اللوحة وليت الوقت ده تطبيق مهم جدا. الطبيعي انك في مورات نهائي لما بتستقبل هدف لازم تقلق. لكن ربما كان حيز الثقة عنده اكبر شوية ويمكن عند بعض اللاعبين كان كبير. ولكن رجع بقى الفكرة لما بص على الساعة واكتشف ان الديئة 86 بقى فيه امر خلاص مستحيل اننا نرجع قدام النادي الاهلي. وبالتالي دورنا هنا ودور لعيبي النادي الاهلي انهم يرسخوا لقاعدة روح الفانيلا الحمراء اللي بتنتقل من جيل لجيل حتى لو تجيل الجديد ده معاش التجربة. انا عايز لكم تجربة بتحصل في مجال الطب. وهي تجربة بلاسيبو. انت بتجيب عينة مرضى وبتقسمهم لعينتين. عينة بتاخد العلاج بالفعل وعينة بتاخد حاجة شبيهة للعلاج بس في الشكل واللون وممكن الطعم. لكن الملهاش اي صيد افكت على متلقي العينة دي. ولكن عشان المريض بيستشعر ان هو ده العلاج بتاعه عقله بيبدأ يسخر له فكرة ان انا بتعالج فبيشفى او نسبة كبيرة لحظوها ان في عدد كبير جدا من اللي خد البلاسيبو ده تم شفاقهم بدون اصلا ما يتلقوا علاج. هو ده روح الفانيلا الحمراء اللي بتتنقل من جيل لجيل بدون حتى الجيل ده ما يعيش التجربة. يبقى دايما فاهم ان انا حتى صفارة النهاية انا هلعب على المكسب وهقدر احقق ده حتى لو هتكون دي اول تجربة ليا كلاعب. الحرص ده هو اللي يخلي دايما النادي الاهلي رقم واحد ويخلي دايما منافسيه ما يصدقوش ان هم فازوا الا مع صفارة الحاجة. لو سمع في اللحظة دي كان حزم امام نظريا احتمالية تعديله للنتيجة هو كشخص بتسوي صفر. ليه؟ لان في law of attraction هو لما فكر ان انا مستحيل اعرف اعوض زي ما هو قال كده كان مستحيل فعلا يعرف يعوض. فده اللي وصل النادي الاهلي بالمنافسين. وعشان كده زي ما ميدو قال فكرة ان المنافسين يتعلموا الموضوع عمره ما يحصل. لان زي ما انت شفت هو استدعى الماضي بتاعه واحنا استدعينا الماضي بتاعنا. بس هل الماضي بتاعنا ده؟ ده بس حالة تأثرت بيها؟ لا عندنا كتير جدا. لما نشوف اسلام جابر اللي لعب في الزمالك وهو كان بيلعب كمان في الداخلية. قال ايه عن النادي الاهلي؟ نطلع ونشوف الفيديو. كنت قاعدين برا في المواسكر بقول لهم انا حاس لي احنا نكسب اتنين واحد. بقول انا حاس يعني احنا حاس احنا مركزين وكويسين. فليه ما نكسبش. فهم بقولوا البونت كويس. قلت لهم طبعا البونت كويس من النادي النادي كبير. فاحنا طلعت برا في الديها 85 كده. فقلت لهم ان شاء الله الموتش هي اخلص كده. فقالوا لا الاهلي بتاعديها 95. لا والله انتوا عدين على الدكة. كل دي حوارات على الدكة. ده دار بينك وبين مين؟ ما بين انا والإداري والدكتور. قالوا يا كريالي بتاعديها 55. وفي عالم ديها 55. يعني كالالبوم احسس اللعيات. قالوا يا لأ لازم انحكم السفر بنفسه عشان نسد. ما يتمنوشه لما السفرز اطلع. الطاق قانون الجذب. كلهم وهم عاديين اكتذبوا مجموعة من الافكار والمشاهد اللي هم شوفوها قبل كده. فقالوا له يا ابني انت عقلك صورلك للحظة ان النادي الاهلي مش هيرجع. لا لازم تبقى عارف ان خلفية النادي الاهلي هم نفسهم اكتذبت لهم فكرة انه هيقدر يعوض. وبالتالي ده اللي حصل. ليه حصل؟ لان لعبت النادي الاهلي جوه الملعب. هم كمان كان عندهم نفس القناعات انه هم يقدروا يعوضوا. فأوعى تفتكروا ان احنا لما بنبروز فكرة بلاس 90. وبنبروز فكرة ان كابتن عماد متعب بلاس 90. وبنبروز كل المشاهد دي. احنا ما بنساهمش في ان احنا نرسخ لقانون الجذب. اللي لو انت نفسك كمنافس عاد بتتفرج علينا. اترسخ فعقلك.